نيويورك الصحفية ندين ساندرز أهلا وسهلا بك سيدة ندين أتوقف معك مع استقالات الحزب الجمهوري اليوم أين تضعينها؟ هل هي تأتي في إطار رد فعل منسجم؟ أم دليل ارتباك في قيادة الحزب ومحاولة ربما لتهربنا المسؤوليات؟ أهلا وسهلا بكم مشاهدين لا استقالات الحزب الجمهوري هي تأتي في إطار تواؤم وطني بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذي كان هناك شرخ كبير بينهما خلال السنوات الماضية وازداد الشرخ باقتساع عميق جدا خلال الأشهر الماضية فيما سبق الانتخابات الأمريكية ولكن الآن مع تطور الأمور بهذا الشكل وتطور المشهد الأمريكي إلى أن يتم الاستيلاء على مبنى الكونغرس في جلسة تحديد الفائز برئاسة لدورة انتخابية جديدة هذا الموضوع أثار سيع الجمهوريين بشكل عام لم يعد مقبولا لهم تصرفات رئيس ترامب بأي شكل من أشكال ولكن سيدة ندين العديد من هؤلاء الجمهوريين كانوا على موقف حاد مثل ترامب ويعتبروا من سقور الحزب الجمهوري في مواقفهم وكان دائما هناك تخوف من أن التحريض الذي يقوم به ترامب بهذا الشكل سوف يؤدي إلى انفجار في مكان ما وإلى أعمال عنف الجمهوريون بعض منهم الذين قاموا بالاعتراض وباتخاذ مواقف مناهضة لترامب كانوا في هذه الفترة اليوم هل قد تدفع هذه الاستقالات بهذا الشكل ترامب لأنه يشعر وكأنه بعزلة ويتحمل مسؤولية كاملة وبالتالي قد يقدم على عمل أخطر خلال الفترة المتبقية هذا التخوف من أن يقوم بفعل خطير هو ما يدفع بالجمهوريين والديمقراطيين لمساعي العزل مجددا الاستقالات والانقلابات التي حصلت على رئيس ترامب من الجمهوريين عندما تحدث مثلا اليوم جون كيلي وهو كبير موظفي البيت الأبيض سابقا وكان يعمل رئيس ترامب قال أنه كان يخدم بلده ومن الطبيعي أن يقوم بما غالبا يعني يلائم رئيس ترامب برؤياه ولكن عندما تتطور الأمور يعني هو لم يكن يتوقع أساسا حتى لو أنه استقال ويشاهد من مكان استقالته يشاهد ما يحصل لم يكن يتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد يعني ما قام به رئيس ترامب كان مفاجئ للجميع حتى لمن يدعمونه أنفسهم نحن كنا نشاهد البارحة وجه مايك بينس نفسه لم يكن سعيدا بما حصل مع أنه نائب رئيس وهو دعم رئيس إلى آخر الحدود يعني هذه الأيام المتبقية في عزته التي هو فيها لا يستطيع التواصل مع وسائل التواصل الشماعي حتى التصريح الذي قدمه قدمه عن طريق متحدث في البيت الأبيض الكاميرات الإعلامية لا تريد التحدث معه يعني هذه العزة قد تدفعه نحن لا نعرف طبيعة ماذا يدو في عقل الرئيس ترامب يعني يصفونه بالفاقد التوازن يصفونه بأنه لم يعد له أهلية لتولي الرئاسة لذلك يعملون على عزبه طيب ذكرت مايك بينس يعني الضغوط تتوالى على مايك بينس لتفعيل المدى 25 من الدستور كيف تفسر صمتة وحيال هذه النقطة خاصة أن تشاك شومر قال اليوم بأن بينس لم يجب على اتصاله ونانسي بروسي رغم انتظارهم حوالي نصف الساعة نعم وهو على الأغلب يعلم لماذا يتصلون ويعلم الغاية وماذا يريدون أن يقولون ويعلم ما هو مطلوب منه لأن مايك بينس هو الذي يجب أن يتقدم للكونغرس الأمريكي مع جملة من وزارات الدولة للكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب بمذكرة تقول أن الرئيس ترامب ليس لديه القدرة على القيام بمهام الرئيس لذلك لم يتقدم بهذه المذكرة فإن الموضوع يصعب والوقت ضيق أمامنا فقط 13 يوما وبعد تقديم هذه المذكرة يجب أن يصادق ويوافق عليها الكونغرس حسب ما يراه مناسبا وبعد ذلك الرئيس يستطيع أن يطعم بها ويقول لا أنا لدي أصراحية وأيضا هناك مهلة أخرى هناك ترتيبات معينة والوقت ضيق هل تعتقدين أن هذه المسألة قد تشكل مادة إضافية قد تعمق الانقسام بين الديمقراطيين والجمهوريين خاصة وأنه قليل جدا من الجمهوريين الذين ربما أبدوا تأييد لمسألة تفعيل المدى 25 حتى الذين اعترضوا واستقالوا هم لا يسيرون في هذا الاتجاه لا أعتقد أن ذلك سيحدث لأنه هناك كما قلت لك تلاؤم في الموقف الأمريكي الوطني يعني هم ينظرون الآن إلى مصلحة أمريكا أولا فلذلك لا أعتقد أنه ستكون هناك مزيد من خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشكل يهدد أمن القومي والوطني لأمريكا ولكن قد تكون هناك خلافات حول محاولة معينة ضغوطات هذا شيء طبيعي أما أن تتوسع هذه خلافات لا يمكن فيما بخصوص صلاحيات الرئيس ترامب حاليا نعم هو لديه صلاحيات ولكن الآن أعين الإدارات الأمريكية كلها على تصرفاته وأعتقد أنه سيدة نادية باختصار شديد لو سمحت كيف تعلقين على ما ذكرته نيويورك تايمز منذ اليوم منذ قليل بأن ترامب قد يسعى أو طرح أن يقوم بإعفاء نفسه هل هذا بالفعل يعفيه من أي محاسبة حتى بعد انتهاء ولايته تجاه ما حدث بالأمس هل يحق له ذلك دستوريا لكي يعفي نفسه يجب أن يقوم بمثلا أن يستقيل ويستلم نائب الرئيس مايك بينس ثم يقوم بإعفائه ولكن هو حتى الآن ليس موجه لديه جرم معين فكيف يستطيع أن يعفي نفسه وهو حاليا ليس عليه إدانة معينة لذلك أعتقد ذلك من الصعب ولكنه بالطبع يطمح لذلك العفاءات الكثيرة التي سبقت تشير إلى أنه ووردت كثير من التقابير تفيد أنه يطمح إلى ذلك ولكن عمليا أعتقد أنه صعب هناك اجتهم الفدرالية في نيويورك التي ترواحقه اجتهم أخرى كثيرة أعتقد أن ذلك من الصعب وخصوصا بعد مشهد البارحة من المتوقع أن السلطة ستسعى وراءه بشكل جيد شكرا جزيلا لك من نيويورك الصحفية ندين سندرس